اشتركوا في القناة الأماكن الجميلة التنوين بالكسر كتابة صحيحة أربعة صفحة رقم 120 أبناء العزاء قبل أن نبدأ تعودنا أن نردد سويا قيمة الأسبوع التي هي الصبر والشعار الصبر نصف الإيمان وأما الدعاء من أدعية بعض الوضوء اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين أبناء العزاء درسنا مرة أخرى التنوين بالكسر كتابة صحيحة أربعة صفحة 120 هيا بنا الآن يا أحباب نراجع أولا على بعض المهارات ومهارتنا ما زالت التنوين بالضم ضباط غلام ربات فتاح نجار عباد سجاد حراس بريء شاطئ بارئ بطيء نلاحظ يا أحبابي كما قلنا من قبل أن التنوين بالضم هو نون ساكنة تنطق ولا تكتب وقبلها حرف مضموم وأيضا يا أحباب التنوين بالضم أو النون الساكنة طبعا لا تكتب في نهاية الكلمة حتى لا تكون الكلمة خطأ فإذا أردنا أن نتعلم التنوين بالضم أو نعرف هل هي نون أصلية أو نون غير أصلية علينا أن نجرب حذف النون ثم العودة إلى قراءة الكلمة مرة أخرى فإذا كانت صحيحة كانت النون غير أصلية وإذا أخطأنا في نطق الكلمة أو كانت الكلمة غير صحيحة عند الكراءة فإذا فالنون هنا أصلية طبعا يا أحباب لا تنسوا أن النون غير أصلية نون التنوين غير أصلية قبلها ضمة قبلها ضمة أبناء الآن مع التمهيد أقرأ الجملة الآتية قراءة جهرية صحيحة سافر ناصر وعلي في رحلة جميلة مع الأسرة سافر ناصر وعلي في رحلة جميلة مع الأسرة طبعا يا أحبابي لو لاحظنا هذه الجملة الجميلة لو وجدنا أنها تحتوي على التنوين بالضم ناصر علي وهكذا يا أبطال الآن يا أحبابي مع التنوين بالكسر التنوين بالكسر يا أحباب هو نون ساكنة تنطق في نهاية الكلمة ولا تكتب وقبلها حرف مكسور طبعا في التنوين بالضم قلنا أن قبل النون الساكنة التي تنطق فقط ولا تكتب حرف مضموم هنا حرف مكسور يعني تحتوي كسر يا أحباب نسميها طبعا النون الكاذبة لأنها تخدعنا في كتابة الكلمة بسببها ولذلك لو قلنا مثلا كلمة طالب مع تنوين الكسر فننطقها هكذا طالب طالب وهذا خطأ لأننا لو حذفنا النون ستظل الكلمة صحيحة طالبي أو طالب إذن نسميها نون كاذبة نسميها نون كاذبة أما لو نظرنا لكلمة سلطان مثلا جربوا حذف النون منها ستصبح سلطة وهذا خطأ إذن يا أحباب النون هنا أصلية وليست كاذبة هذا ما قلناه منذ قليل ابن العزاء الآن نكرر التنوين أيضا يتعارض مع الكلمات المبدوئة بالألف واللام إذا دخل التنوين من الباب حذفت الألف واللام أي هربت الألف واللام من الشباك وهكذا يا أحبابي فمثلا لو قلنا أن هناك كلمة تبدأ بألف واللام فإنها لا تنون يا أحباب لكن إذا أردنا أن ننونها يجب أن نحذف الألف واللام فكلمة القلم مع تنوين الكسر نكتبها هكذا قلم بعد حذف الألف واللام بعد حذف الألف واللام ننتقل الآن يا أبطال إلى التدريب والتطبيق استمع إلى قراءة زميلي وأضع العلامة صح بعد كل كلمة يجيد قراءتها مما يأتي الآن يا أبطال الكلمة الأولى الصباحي الصباحي صباحي صباحي نلاحظ يا أبطال كما قلنا أن التنوين عندما جاء مع كلمة الصباح حذفنا الألف واللام حذفنا الألف واللام كلمة تالية يا أبطال كلمة السروري حذف الألف واللام سرور سرور انتبهوا جيدا حذفنا الألف واللام سعادة سعادة جميل جدا يا أبطال الآن مع كلمة السعادة هل يصح أن ننطقها كذا؟ السعادة طبعا خطأ أستاذ هنا ألف واللام فهنا التنوين يذهب الله إذن يا أستاذ لو وضعنا تنوين نحذف الألف واللام وإذا أردنا أن نكتب الألف واللام نحذف التنوين وهكذا الأهلي أهل بعلم العلم مسلية المسلية وهكذا يا أبطال نستطيع أن نقرأ الآن ننتقل إلى تدريب آخر أقرأ مما يأتي ثم أحوط الكلمات المنونة بتنوين الكسر يسكن خالد في بيت قريب من مدرسته وهو حريص على النجاح وهذا يحتاج منه إلى جهد كبير يسكن خالد في بيت كلمة بيت منونة بالكسر قريب جميل جدا يحتاج منه إلى جهد كبير لاحظوا يا أحباب التنوين بالكسر عبارة عن كسرتين في نهاية الكلمة عند آخر حرف فيها ننتقل الآن يا أبطال إلى بعض الجمل أكمل الجمل الآتية بكلمة منونة بالكسر ذهبت إلى معرض معرض تنوين بالكسر معرض جميل فني أي كلمة تريدون كتابتها اكتبوها يا أحباب قرأت طرفة مسلية في في أين نقرأ الطرف في كتاب في كتاب تنوين الكسر أسكن في بيت جميل أسكن في بيت جميل وهكذا يا أبطال لدينا مجموعة من الصور أذكر ما يأتي في حديقة الحيواني ثلاثة كلمات منونة بالكسر ثلاثة منونة بالكسر بعض الحيوانات المنونة بالكسر غزالة أسد نسر وهكذا نستطيع أن نقول فيل زرافة كل هذا كلام صحيح سورة التالية في القرية التراثية ثلاثة منونة بالكسر هيا بنا سلات بحيرة أو بحيرة مخيمات وهكذا يا أبطال ها سلات بحيرة مخيمات وهكذا يا أسد في صالة الألعاب أيضا ثلاث أشياء منونة بالكسر كرات شبكة سلة وهكذا خيرا يا أحباب أكتب ما يملى علي من كلمات تنتهي بتنوين الكسر عالم جليل معلمة محبوب هيا جميعا هاتوا كتابكم أو كراستكم ثم اكتبوا هذه الكلمات دون أن تشاهدوا الشاشة فقط اسمعوا عالم رنين النون هنا أصلية أو كاذبة احذفوها عالم الجابة صحيحة هي نون كاذبة ابن العزاء إلى هنا ينتهي درسنا اليوم مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم نون شكرا لكم شكرا لكم